نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تصالة الضوء على نجاح مصر في الخفض المتوالي لمعادلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وتقلباته ورصد التقرير معدل البطالة في الربع الأول من عام 2004 إلى عام 2023 حيث شهد الربع الأول من العام الجاري أدنى مستوى خلال تلك الفترة مسجلا 7.1% مقابل 13.4% في الربع الأول من عام 2014 والذي يعد أعلى معدل بطالة أضاف التقرير أيضا أن عدد المشتغلين زاد بنسبة 18.8% حيث بلغ 28.4 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 23.9 مليون فرد في الربع نفسه عام 2014